قبل أيام قليلة توفي أحد أصدقائي فذهبت إلى المقبرة لحضور جنازته رأيت أحد أبنائه وهو يخرج من المقبرة محمولا على الأكتاف كمدا وحزنا على أدي طبيعي ولم طبيعي أكيد طبيعي في اليوم الثاني للعزاء ذهبت إلى العزاء فرأيت ذات الإبن الذي خرج من المقبرة محمولا على الأكتاف يضحك من الأشدقاء طبيعي ولم طبيعي طبيعي لا حزن يدوم ولا رخاء الم طبيعي أن الذي في القبر كان يجهل هذه الحقيقة لو كان يعلمها لما أثنى ثانية وحدة من حياته في سبيل إرضاء أحد إلا الله وقبل أيام كذلك كنت في زيارة أحد أصدقائي توفي أبوه قبل سنة تاركا له ما لا يقل عن أربعين مليون ريال سعودي طلبت منه أثناء زيارتي أن يساهم معي في مشروع خيري عن أبيه بعشرين ألف ريال سعودي رفض وبعد محاولات مستميتة اقتنى حالشاني طبيعي ولا مطبيعي طبيعي اللي مطبيعي إن اللي في القبر كان يجهل مثل هذه الحقيقة إذا ما قدمت لنفسك في حياتك شيء لا تنتظر من أحد أن يقدم لنفسك شيئا بعد مماتك ترجمة نانسي قنقر